السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم في القصة رقم 8 من الشفتر الثامن هنتكلم عن اي تصنيفات المواد الحديدية سنقوم بتصنيف المواد الحديدية تبقى لي مجموعة من المسميات أمامنا أول مسمى برودكت فورم تبقى لي شكل المنتج تاني تصنيف تبقى لي الفانكشناليتي تالت تصنيف تبقى للعناصر المضافة رابع تصنيف تبقى للكربون كونتينت أو نسبة الكربون خامس تصنيف تبقى لي التصنيف الأمريكي أو AISI بالنسبة لتصنيف الصلب تبقى لي البرودكت فورم يمكن أن يسمى الصلب ريبار ستيل أي صلب حديد التسليح وشكل هذا المنتج في الحقيقة أو هذا المنتج يكون شكله عبارة عن أسياخ شيت ستيل أي الصلب الذي عبارة عن شرائح أو عبارة عن ألواح وير ستيل أي الصلب اللي هو عبارة عن أسلاك سبرينج ستيل أي الصلب ليايات ويكون شكله عبارة عن ياي أما تصنيف الصلب تبقى للوظيفية ممكن أن نسميه ريلوي ستيل أي الصلب الذي يستخدم فيه قطبان السكة الحديدة بريجر في هذا الستيل أي صلب المراجل البخارية أي الصلب الذي يستخدم فيه الأوعية التي يستخدم فيه المراجل البخارية سبرينج ستيل أي صلب اليايات أي أن وظيفة هذا الصلب فيه اليايات تول ستيل أي صلب العدة أي الصلب الذي يستخدم فيه العدة هاي سبيد ستيل أي الصلب الذي يستخدم عنده السرعات العالية استنلس ستيل أي الصلب الذي لا يرسأ ترجمة نانسي قنقر